الدول الأفريقية في الخامس والعشرين من مايو من كل عام بيوم أفريقيا وهو احتفال سنوي يمثل يوم الحرية الأفريقي في ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية والتي تعرف الآن باسم الاتحاد الأفريقي وجاءت فكرة المؤتمر الأول للدول الأفريقية المستقلة في غانا في الخامس عشر من أبريل من عام 1958 بمشاركة مصر حيث عرض المؤتمر التقدم الذي أحرزته حركة التحرير في القارة الأفريقية التي ترمز إلى تصميم شعب أفريقيا على التحرر من الحيمنة ودع المؤتمر إلى تأسيس يوم حرية لأفريقيا وأسهمت القاهرة في تأسيس هيكل الاتحاد الأفريقي الذي جاء خالفاً لمنظمة الوحدة الأفريقية من خلال تقديم الوفد المصري المشارك بقمة لومي في عام 2000 وهي القمة التأسيسية للاتحاد طلباً لإدخال بعض التعديلات على مشروع الوثيقة وهو ما أخذ به وخلال السنوات الماضية سعى الاتحاد الأفريقي إلى تحقيق هذا الطموح بدرجات متفاوتة من النجاح على أسس ومبادئ خاصة بالنهضة الأفريقية وبروح الوحدة الأفريقية والهوية الثقافية والقيم المشتركة وأجندة التنمية المستدامة لعام 2063 للاتحاد الأفريقي طيب النهاردة زي ما حدكم شفتوا كده في التقرير والتعليق الصوتي أو زي ما سمعتوا يعني النهاردة يوم أفريقيا هو موضوع مهم جداً جداً جداً